قالت وزارة الإسكان أن نسبة إنجاز المرحلة ثانية من مشروع عراض الإسكان بلغ 98% متوقعة الانتهاء من المشروع خلال شهر ومؤكدة جهودها في تسريع وطيرة العمل لنهاء نسب الإنجاز وتسليم الوحدات لمستحقها وأضافت الوزارة أنها تعمل حاليا على استكمال إنجاز أعمال البنية التحتية بالمشروع مشروع عراض الإسكانية تكون من 351 وحدة سكنية شاملة جميع المرافق والخدمات وقد بنيت على مساحة 15 هكتارا حيث تضمنت هذه المرحلة تشهيد 204 وحدات بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المشروع التي سبق وأن تم توزيعها وتضمنت 138 وحدة سكنية وذلك تلبية للمزيد من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة المحرقة يذكروا أن مشروع عراض جاء مكملا لسلسلة المشاريع الإسكانية المتوالية في مختلف مناطق المملكة والتي يتم تشهيدها ضمن خطة استراتيجية تنفيذا للأمر الملكي السامي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة